ينير العينين خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد أحكام الرب حق عادلة كلها أشهى من الذهب والإبريز الكثير وأحلى من العسل وقطر الشهاد أمين دون نصلي نطلب من الرب أن يفتح قلوبنا أذهاننا حتى نسمع كلمته ويعطينا رسالة من لدنه لك كل المجد يا رب نأتي بكل ضعف وتواضع أمامك خاضعين لصوتك تعال وتكلم إلى قلب كل واحد فينا من عبدك يا رب الجميع افتح الأذان والأذهان وأعطنا أن أتمتع بكلمتك لك كل المجد بإسم الرب يسوع المسيح نصلي آمين آمين رسالة الرب إلنا في هذا المساء التلذذ بكلمة الله التلذذ بكلمة الله قبل تقريبا شهر كنا نتكلم موضوع على مرتين أو ثلاثة عن كيف أن الرب بدينا نتشكل حتى نشبه الرب يسوع المسيح واحد الطرق لتشكيلنا حتى نصبح كمسيحيين مؤمنين نشبه الرب يسوع المسيح الله يستخدم كلمته الكتاب المقدس حتى يشكلنا ونتغير والكلمة كلمة الرب هي أيضا أعطانا إياها حتى نتذذذ بهذه الكلمة نتذذذ بالرب عن طريق كلمته لأعطانا إياها كمسيحيين ومن خلال الخبرة كمؤمنين ومرين في فترة طويلة في الإيمان عشرات السنوات ربما جوز ما توافق في هذا الحكي أنه كل يوم مع المسيح ليس وليس بالضرورة يكون أحلى من اليوم الذي سبقه كل يوم نحن ننمو صحيح نتجدد ونقوى ونصبح نشبه الرب يسوع المسيح ولكن ليس بالضرورة أنه كل يوم هو أحسن وأحلى من اليوم الذي سبقه في بعض الأحيان وبعض الأيام التي نقضيها في حياتنا مع الرب وكمؤمنين أحيانا يكون مزاجنا الأد معكر أيام أخرى يكون فيها نحن حزانة جداً أيام نكون مكتئبين حتى كمؤمنين ومحبطين أيضاً إذن فكل يوم مع يسوع ليس بالضرورة أن يكون أحلى من اليوم السابق له وطبعاً هذا من خلال خبرة في الإيمان وأيضاً من خلال كلمة الرب ربما أمور شوي محبطة في بداية الرسالة ولكن هذا الواقع كلمة الرب تقول اسمع ما يقول النبي داود في مزمور 19 لقرناه يقول عدد سبعة لقبل المقرناه نموس الرب كامل يرد النفس يرد النفس في الترجمة الحديثي تنعش النفس تنعش النفس فنموس الرب كلمة الرب وصايا الرب ترد نفسي فإذا كان كل يوم مع يسوع أحلى من اليوم الذي سبقه وإن كانت الحياة كلها في صعود وارتفاعات دون انخفاضات دائما نصعد ونصعد ومشاعرنا اتجاه الله الأد كل الوقت جميل وكل من يوم إلى يوم نصعد ونرتفع حتى نشبه الرب فلسنا بحاجة إلى رد النفس كداهود فداهود لما كتب هذا ليس دهود هو ليس مكتوب من الذي كتب رد النفس لكن دهود يقول كمان محل تاني يرد نموس الرب يرد النفس يعني ينعش الروح معناها مرأ فترة الذي كان محبط فيه و أراد عاد إلى الكتاب حتى ترتد روحه حتى تنعش تنتهش الروح و يرد كلمة الرب ترد نفسه و دهود في مزمور 23 كلنا نعرفه قال يرد نفسي يهديني ماشي كيف سمعنا في المؤتمر و مع الرب كل الوقت يرد نفسي ألاحظ في المضارع حتى في اللغة الإنجليزية وفي العبراني كلها في present progressive يعني في المتواصل دائما الذي عمل دائما موجود في present حتى أنه يرد يرد ويرد دائما إذن مرأ فترة الذي فيه نفسه كانت محبطة ومثقل وحزين وفي ودي ظل الموت يقول داود في مزمور هذا يمشي إذن يحتاج لأيام أن الرب يرد نفسه ينعش هذه النفس ف بحاجة نحن أيضا كمؤمنين أنه فيها أيام التي نطلب أن كلمة الرب ترد النفس والحياة المسيحية هي كل حياة مسيحية عادية نعيش مع الرب هي عملية متكررة من رد النفس وتجديدها دائما بحاجة إلى الرب أن يرد نفسنا أن ينعش روحنا بحاجة إلى دفش من هنا كيف دائما في حياتنا العادية نعمل كثير ترميمات إذا كان في البيوت أو أي مشغل حتى السيارة تعمل الخدمة الشروط وتتبول إليها كل شيء بحاجة إلى تجديد بحاجة إلى رد حتى تنتعش وتعود إلى سابق عهدها فحياتنا المسيحية عملية متكررة من رد النفس لأن فرحنا كمؤمنين هو معرض لهجمات إبليس يجول كأسد زائر ملتمس أن يبتلع وإنه هدف إبليس أنت مؤمن ربما لا يستطيع أن يردك لأن أنت ابن للرب وخرافي تسمع صوت ولا يستطيع أحد أن يخطف ها من يدي إبليس لا يستطيع أن يخطفك من يدي الرب ولكن ممكز عنده الأد نهم شديد وعنده جوع وعطش إبليس هذا الأسد الزائر حتى يحطم فرح إيمانك هذا شغلته أنه يحطم ويحاول أنه يحبتك وينزل هذا الفرح فرح الإيمان إلى الحضيض في هذه اللحظة يقول أنت مكيف أنت هديت بطلت منتعش بطلت تصلي بطلت تقرأ الكلمة أنت محبط الفرح راح فبيحاول إبليس أن يصل إلى هذه الدرجة مع كل مؤمن ولكن نشكر الرب أن الروح القدس أعطانا السلاح أعطانا السلاح يسمى كلمة الله الذي هو سيف الروح سيف الروح كما ذكر بولوس في أفص في أفص 17 نحمل هذا السيف سيف الروح وهو كلمة الرب فعندنا هذا الخبر المفرح في الأول إحباط وقلنا في هبوط ولكن عنا هذا الفرح وهذا الوعد من الرب بأن عنا نبع لا يجف أبدا من الوقود في كلمة الله أمين كلمة الله نبع فياد لا يجف الذي ينطيني هذا الوقود حتى ترد النفس وحتى نعود إلى فرح فإبليس لا يستطيع عندها إطفاء شعلة فرح إذا نتكل ونقرأ الكلمة فكلام الله الكتاب المقدس هو وقود حياة التلذذ بالله أمين كلمة الرب هي الوقود حتى نتلذذ بالله نعيش حياة نكون في شرك نتمتع مع الله والله يتمتع أيضا عنده أبني والرب يشتاق أن يسكن وسط السباحات شعبه يشتاق أن يجتمع معنا في شركة نكون في شركة مع حديث صلاة كلمات من الكتاب المقدس فالكتاب المقدس هو وقود لهذه الحياة أن نتلذذ بالله حياة التلذذ بالله من خلال كلمة الرب أمين فالكتاب المقدس في عدة أمور التي تعطينا كيف أننا نتلذذ بالله من خلال الكلمة أول شيء الكتاب المقدس هو حياتك وهو حياتي حياتنا المدية تعتمد على كلمة الله تعتمد على كلمة الله ما يقول في مضمور 33 لأننا بكلمته خلقنا بكلمة الله خلقنا كما يقول في عبرانيين واحد حامل كل الأشياء بكلمة قدرته كلمة الله إذن هي حياتنا كمؤمنين وحياتنا الروحية تبدأ أيضا بكلمة الله يعقوب يقول شاء فولدنا بكلمة الحق من حياة روحية شاء فولدنا بكلمة الحق من خلال كلمته أحيانا وأبلنا الرب وأحيانا روحيا لماذا يقولنا مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى شو هو بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد فالرسول يقولنا تخرج من فم الله إذن ولدنا بكلمة الله من خلال إيمان وأخذنا هذه الحياة وأيضا نعيش على كلمة الله نحيا بكل كلمة تخرج من فم الله وإيش الكلمات الخارج من فمه هي الكتاب المقدس هذه كلمة الله التي دائما تخرج من فمه هو يتكلم من خلال كلمته هذا الكتاب ينافع لكل عصر وكل زمان وكل شخص وكل زمان وكل مكان أمين فحياتنا المحسوس خلقت بكلمة الله وقائمة بها وأيضا حياتنا الروحية أحيت بكلمة الله وباقي فيها حياتنا المحسوس وأيضا الحياة الروحية فإذن كلمة الله هي حياتك وهي حياتي لا تتركها أبدا تلذذ بها وعندما تتقابل وتجلس فيه بحضرات الرب أيضا شيء آخر وتاني أن الإيمان يأتي بسماع كلمة الله تأتي بسماع كلمة الله كلمة الله تلد الحياة الروحية زي ما قلنا وتعمل على استمرار هذه الحياة الروحية ليه لأنها تلد الإيمان وتحفظ هذا الإيمان في قلوبنا يحنى عشرين بقولنا في آخر الأصحاح في آخر كلمات يوحن في إنجيل يوحن يعني أما هذه يعني كل إنجيل يوحن وكل الأنجيل التي كتبت عن الرب وحياته وعجائبه أما هذه فقط كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله كنا قبل دقائق معدود رنما أن يسوع المسيح هو ابن الله وهو الله بذاته ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة بإسمه إذن الكلمة أتت بالخبر وإحنا سمعنا الخبر وآمنا إذن كتبت حتى نؤمن أن يسوع هو ابن الله وروميا بقولنا الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله أنا أؤمن عندما أسمع خبر عندما أسمع الكلمة وهذا الخبر موجود بكلمة الله هو تخبرني عن الحياة عن الخلاص عن كيف أنا ممكن أعيش كمؤمن مسيحي وهكي فإن الإيمان الذي يبدأ حياتنا في المسيح والذي به تستمر حياتنا يأتي من خلال سماع كلمة الله فكلمة الله هي أيضا تزيد إيماننا بأي شيء آخر ممكن أنا أبقي على فرحي في الأوقات الصعبة والعصيبة والهالكة والحالكة إلا وعود الله فقط وعود الله التي تؤكد أن الله يجعل كما جاء في روميا كل الأشياء تعمل معا لخيرنا فالكلمة الإيمان موجود بكلمة الله فأنا عندما أقرأ هذه الموعيد تعزيني تفرحني تجعلني أتمتع وألتذ بكلمة الرب فالإيمان يولد ويدوم بكلمة الرب وزي ما قال أحد المؤمنين وفي طربة الإيمان تنمو زهرة الفرح في طربة الإيمان تنمو زهرة الفرح التربة تكون عميقة كما فيها رطوبة كما فيها مواد عضوية ومواد النبتة كما زهرة الإيمان تنمو ففي طربة الإيمان تنمو زهرة الفرح عندك إيمان يكون فرحك فائد ودائما الرب وكلمة أرد ترد نفسك وتفرح وتتمتع به فكلمة الرب أيضا تزيد إيمان تالت شيء أيضا إذا نتأمل في الكلمة النصوص الإلهية النصوص عن الكتابات والمقالات كل التي أتت النصوص الإلهية فيه نصوص أدبية تعلمنا بالثانوية ولكن هنا نصوص إلهية تعطي رجاء تعطي رجاء وقبل مرة قلت الكتاب المقدس يختلف عن كل كتاب آخر إن كانت قصة أو كتاب تاريخ أو كتاب أدب أو كتاب جغرافيا أو أي كتاب شعر آخر ممكن نتمتع من ناحية لغة وأفكار وعمق ولكن النصوص الإلهية شيء آخر تعطي نه أيضا رجاء الرسول بولوس يوضح هذا يقول كل ما سبق فكتب لأجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء فعندما نقرأ كلمة الرب أيضا من خلال الكلمة يكون لنا تعطينا رجاء لأن الكتاب المقدس بالكامل عنده ويملك هذا الهدف وهذه القدرة حتى يولد الرجاء في قلوبنا عندما نقرأ الكلمة نرى كم من مواعيد لنا آلاف المواعيد كم من أمور تعزينا ورجاء يفيد القلب بالفرح عندما نقرأ هذه المواعيد وهذه الأمور التي فيها رجاء وأن أعظم شيء أن أسماءنا قد كتبت في سفر الحياة ولنا حياة أبدية وسنتمتع بالأبدية مع الرب ونعيش في تسبيح كالملائكة لا يوجد شغل آخر إنما فقط نتمتع في جمال الرب وفي هيكل قدسي ونسبح دائما فعنا رجاء من يطينا هذا الرجاء كلمة الرب كلمة الرب دائما نعود إليها أمين تعطينا رجاء أيضا الحق يحرركم الحق هي كلمة الرب الحق يحررنا عنصر آخر يتعلق بالفرح هو الحرية الحرية ولكن أين نجد الحرية الحقيقية يقول في مزمور 119 ذكروا مزمور 119 قلنا قبل شهر ما يتميز أطول أطول أصحاح في الكتاب المقدس مزمور 119 وكانت وظيفة بيتي لكم نقرأ الذي فيه 176 عدد وكل معد عددين كل الأعداد تتكلم عن كلمة الرب وعن الشرية وعن الوصايا فمزمور 119 يقول وأتمش في رحب لأني طلبت وصاياك طلبت وصاياك ما كان النتيجة ورد الفعل أتمش في رحب والترجمة الحديثة تقول وأسلك في رحابة الحرية أتمش في رحب أسلك وأمش في رحابة الحرية لأني لتمست أوامرك عندما طلبت أوامرك وقرأت ومشيت حسبها فأنا أتمش في حرية بعكس منطق العالم اليوم يقول أن المؤمنين تكون مقيدين وليس تفرح وليس وليس هناك لا أعرف أنه شيء عكسي شيء عكسي الصورة تشير إلى أماكن فسيحة وسيعة الأدة ومحلات رحب فكلمة الرب تحررنا من ضيق الأفق يعني ممكن الإنسان يملك أراضي وعمارات وبنيات ونص البلد له لكن الحقيقة وغير مؤمن يعيش في ضيق ومقيد ويمكن ينامش الليل ويمكن مؤمن عيد في بيت مئة متر ومربع مبسوط ومزأزئ وفرحان والدنيا ليس واسعة والأفق بعيد عنه يعني حتى الأفق ليس مبين لأنه كل ما يملك ذكرتني في قصة هذه ذكر بالذات ألاك واحد تنين ذكر أنا قال له شايف هذا الجبل عم أولاد شرفيح هذا إلنا وهي إلنا وهذا أحد إلنا المؤمن ابن المؤمن المسيحي قال له شايف هذا السماء كله والأرض وكله هذا كله إلنا هذا كله إلنا بشكل مختصر يعني فإحنا كمؤمنين عندما نطلب وصايا الرب نعيش في رحم نتمش في حرية مساحة من الحرية اسمع مزمور 18 أخرجني إلى الرحب خلصني لأنه سر بي خرجني وأخرجني إلى الرحب إلى المساحة الوسيعة ليس مساحة حتى فكري حياتي مستقبلي وساع ليس لدي حدود حتى لو أملك الملايين وليس مؤمن أنا في قيود وفي معيش مئتي حتى الرب أن نتعرفون الحق والحق يحرر من الخطي وإذا لم أعرف الحق أنا مقيد ولو أملك نصف العالم فالحرية من أجل أن أعيش في القداس من أجل أن أعيش في القداس لازم نعرف أنه ليس هناك فرح دائم بدون قداس ليس هناك فرح دائم بدون أن حياتي مقدس ماشي حسب كلمة في عبرانيين اتبع القداس التي بدونها لن يرى أحد الرب إذا أنت تقرب للرب يجب أن تكون حياتك مقدسة حسب كلمة الرب يسمع إلى صادتك وترى مجد الرب بشكل بوجه مكشوف ولهذا ما أعظم أنبية الحق الذي يقدس كلمة الرب التي تقدس كيف حكينا قبل شهر أن تشكلني حتى أشبه الرب يسو في حياتي وما أعظم أهمية الكلمة كلمة الرب التي تكسر سلطان الملذات المزيفة تكسر كل سلطان للملذات المزيفة كالعالم يعيش يتمتع بين أسين ولكن إذا دخلت إلى حياته وإلى بيته جحيم هو يظهر والبسم المزيفة على الوجه طبعا لا نحن 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 على الآخرين لكن هذا واقع هذا واقع لأنه بدون الرب بدون حياة القداسة بدون الحق حياة مزيفة فالكلمة هي سراج لرجلي كلامك يقول المزمور 119 عدد 105 ونور لسبيلي وأيضا قال خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك لما كلمة الرب تنبهني وتحاول تردني على أي خطيئ خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك يوسف القديم عندما أغوته زوجة فوتفار قال كيف أعمل هذا الشر وأخطئ إليك الله يعني هو عارف أنه كلمة الرب قلبه فعدم القداس هو كأنه أخطئ خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك أمين فهي أيضا كلمة الرب هي الحق الذي يحررني ويجيبني القداس شيء خامس شهادات الرب برضو كلمة الرب هي تصير الجاهل حكيما تصير الجاهل حكيما طبعا الكتاب المقدس لا يجيب على كل أسئلته وليس سأجد عندما أذهب في حياتي العادية إلى مفطأ طرق في حياتي يعني علم زواج بناء مشروع مفارغ في حياتي لا أجد لافتة بإرشاد كتابي من الكتاب المقدس بإرشاد وليس سأجد هناك نحن بحاجة إلى الحكمة حتى نعرف الطريق إلى هذا الفرح الدائم إلى الطريق التي تصل فيه إلى هدف الرب ولكن هذا أيضا الحكمة هي عطية كلمة الله هي عطية من كلمة الله شهادات الرب صادقة تسير الجاهل حكيما أمر الرب طاهر ينير العينين فأنا أرى طريقي بالزبط تنطيني الحكمة حتى أعرف من خلال صلاة من خلال كراءة الكلمة أمور معينة الرب ينبيها من خلال كلمته فأنا لا ألافتة التجائل هنا و هناك إنما كلمة الرب تجعلني حكيما وتسير الجاهل حكيما وأعرف مشيئة الرب من خلال كلمته فكلمة الرب الأدية مهمة أقرأها بشكل مستمر ليس عندما أعمل مشروع أفتح وين يأتي والرب يكلمني ممكن ينزل الرب على أدعائي وينطيني ولكن بشكل عام لما أنت كلمتك وعارف مشيئة الرب أدب تقرأ تتلذث بالكلمة يكون عندك أهوى كلمة الرب كتبت والكتاب كتب حتى نفق بالموعيد وبالوعد أحيانا إرادتنا أفكارنا تقودنا من يوم لآخر إلى تصرفات ممكن تكون عليها تصرفات حمقاء أو مواقف التي تكتبعا كمؤمن ممكن تدمرني أو تدمر أوقات في حياتي فاليوم الذي يحدث هذا الشيء هو أن أخذ خطوة غلط ورأت أنه ليس حسب مشيئة الرب بهذا اليوم الذي حدث فيه وهذا الأمر الذي عملته غلط أخذ قرار غلط فيه نرى أنه ليس أحلى من اليوم الصادق له مرات تصير معنا أن أخذ خطوة غلط فأرى أنه هذا اليوم كان أدى تعييس بحياتي ليس أحلى من اليوم فعندها أنا بحاجة أن أتعز وأحتاج أن ترد نفسي في أيام التي أنا بحاجة أن ترد نفسي فإلى أين ألجأ حتى أطلب التعزية ممكن نتبع المرنم الذي قال في مزمور بردو 119 هذه هي تعزيتي وين في مذلتي يعني في الموقف الأحمق الذي أخذته أو في الموقف المدمر الذي أخذته هذه تعزيتي في مذلتي لأن قولك أحياني إذن كلمة الرب تحييني لما أخذ موقف خطأ وأشوف أنه أنا في تعاسي تذكرت أحكامك منذ الظهر يا رب فتعزيت إذن كلمة الرب تعزيني وهذه الجماعة اللي يحكوا عن تجربة والرب كان ينور حياتهم فعندما تتهدد ثقة إيمان يحنى الرسول بدعونا أن نتوجه إلى كلمة الرب كمان كمان مرة قلنا في يوحن الأول خمسة كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين بإسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية فإن لما أنا باجي موقف محرج والأدي أنا باجي كلمة الرب بقرأ الكلمات حتى أتعز إلي حياة أبدية يوم راح سنة راحت من عمري واتدمرت لكن لدي حياة أبعدية ستعز وانهض وأقول لإبليس لا تشمتي بي عدوتي لأن إن سقط أقوم أمين أيضا نرى شيء لليوم أخير أن بكلمة الرب أهزم الشرير نهزم الشرير بكلمة الله الهدف الرئيس للإبليس كما قلنا هو تحطيم فرح إيماني وإيمانك ولكن نحن لدينا سلاح قاتل سلاح فتاك هو سيف الروح كلمة الرب كما يقول في آفاس 6 ولكن للأسف كثير مننا كمؤمنين نغفل وتمرق علينا أن أنا لا أستطيع أن أخرج هذا السيف كلمة الله من غمض شخص آخر هو سيف الروح إذا أنا لا متقلد هذا السيف يعني لا أحافظ الكلمة ولا أقرأها ولا أوجد في حياتي كيف أبدأ أسحب الكلمة كيف أريد أن أتمتع في موقف الذي ليس في البيت ويوجد في منطقة التي مثلا مرات تصير معنا تجارب أو أمور التي مفروض أنا أواجه العدو كما فعل الرب يسوع عندما واجه إبليس في التجربة إبليس ينطي أمر من الكتاب والرب يرد عليه بآي أخرى فكيف أنا ممكن أحافظ عندها تأتي الآيات وأرد عدو الخير من خلال يعني كأن أنا أسحب السيف وواجه فيه عدو فإذا لا أعيش السيف لا أعيش الكلمة لا أحافظ شيء لا أستطيع أخذ الكلمة من زميلي أو من مؤمن آخر أو فرح ينطيني إياه يجب أن في وقت الخطر أحيانا أتحسس أين السيف لا سيف لدي لا كلمة موجودة في حياتي يجب عندما يشن عدو الخير هجماته يجب أن يكون لدي هذا السلاح أو دون جدوى أتحسس وأسقط في التجربة لأن يمكن أن يضحك علي إبليس في أمور أخرى وأنا أصدق في آراء أو آخرين ولكن إذا أتمت متمسي في كلمة الراب عندها نتقلد فتكون كلمة الراب في داخلي وتسكن في داخلي فتصبح أنت وأنا جبابرة بأس كما قال يحنى أيضا كتبت لأنكم أقوياء وكلمة الله فيكم وقد غلبتم الشرير لما تكون كلمة في حياتي أنا أغلب الشرير فالكتاب المقدس هو كلمة الله وليس كلام باطل كلمة الله ليست باطلة إلى حياة هي مصدر الحياة ومصدر الإيمان والقوة والرجاء والحرية والتعزية والسلام وأيضا هي بها نستطيع أن ننتصر على أعظم أعدائنا عدو الخير وليس لازم نندهش بعد كل هذا أن هؤلاء الأنبياء ورجال الله في القديم الذين أدركوا هذا الأمر وقالوا وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب أمر الرب طاهر ينير العينين وأيضا يقول بفرائدك أتلذذ بغصايا الرب لا أنسى كلامك وأيضا يقول كم أحببت شريعتك اليوم كله لهجي ألهج فيها نهارا وليلا كما زمور واحد يقول أيضا ورث شهاداتك إلى الدهر لأنها بهجة قلبي اسمه أرمياش يقول وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي لأني دعيت باسمك يا رب إله الجنود أمين ولاحظ كلمة الرب معزي فقال جون بيبر إذا خرجنا من بيوتنا بدون وقود حياة التلذذ بالله بدون نقرأ خرجنا الصبح لأعمال للمشاريع فإن جذوة الفرح المسيحي ستنطفئ قبل الظهر إذا خرجنا من بيوتنا دون أن نأخذ هذا الوقود بكلمة الرب لا يجدني الظهر إلا أنا ناشف على الآخر فدعونا أيها الأخوة في هذه الأيام نتمسك بكلمة الرب يعني الرب وضع قلبي على عدة رسائل ونتمتع بكلمة الرب نقرأ كلمة الرب بابك في نيجي نقرأ الأصحاح أو نعيش حياتنا طالبات طالبات من الرب هذا موجود ولكن أنا أعيش الكلمة أصلي الكلمة لما لا أقرأ مزمور هو عبارة عن صلاة يعني ممكن أنا أتمتع بشركة مع الرب خلال أصحاح ممكن نتعلم نقرأ الكلمة بالتدريب وبالتدريج ونتمتع فيها وندخل إلى العماقة ونرى كيف الرب متعنا من خلال كلمته ويكون لدينا أيضا ضفط الملاحظات ألم أعلم فيها آية عجبتني كذا فأصبح عندك أنا مرات في الكلمة وقط أقرأ في الكتاب أعرف الآية موجودة حتى لو لم حافظ بأي عدد أو أي أصحاح ولكن أعرف أين موجودة بالظب أفتحها رأسا لأن دائما يقرأ الكتاب ومرة قرأت عن شخص ونسيت اسم ومؤمن أعرف إذا بعد في الحياة أقول كل سنة أغير كتاب المقدس لماذا؟ أدما أضع ملاحظات وشحطات وخطوط وملاحظة رب يكلم بنت الذي يوجد فيه محل يضع الراف يشيله بطول واحد جديد ويستخدمه فالرب يعطينا أنه كل سنة واليوم الكتاب المقدس ملاني وتوزع مجانا إلا إذا الواحد يأخذ جلد ومع يأخذ جلد ومميز الرب يستحق فتمتع بالكلمة تلذذ فيه ويكون لدينا كلمة الرب هي وقود أن أتلذذ بالرب أمين طول نصلي ونشكر الرب من أجل كلمته الغنية وأشكرك يا رب من أجل هذه الكلمة التي أعطيتني لحياة لروحي هي غذائي أعطني أن أتمثل برجال الله القدامى الذين كانوا يتمتع بوصياك بكلمتك آكل كلمتك وأشبع بها ودلذذ تكون وقود لحياتي أسمع كلامك من خلاله الرب يحب أن يسمع صوتنا بالصلاة ولكن أيضا يريد أن نسمع صوته يمكن أن يطيك سؤل قلبك قبل أن تطلب من خلال كلمته نعظمك يا رب ونشكرك من أجل رسالة لنا أعطنا أن نتمتع بهذه الكلمة كنز عظيم وفياض نكلم الأخرين منهم ونعيش حياتنا حسبه يكون سراج لأرجل ونور يا رب دوء لحياتنا دائما لك كل المجد اختم على هذه الرسالة يا رب في قلوبنا جميعا وأعطنا أن نعيش حسبها لك كل المجد باسم الرب يسوع المسيح نصلي آمين دعونا نقف ونختم بصلاة البركة ونقول نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا أجمعين إلى